تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال النصف الأول من العام الجاري ذلك من خلال التقرير المقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة حسام المصري وقدد رئيس مجلس الوزراء الإشادتاء بالجهود المبذولة من قبل اللجنة وتعاملها الفوري مع ما يتم ورسته من استغافات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وأسعي لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية مؤكدا أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين